السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الثاني الابتدائي في مادة المهارات الحياتية والأسرية عنوان درسنا أنا أحمي نفسي في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلق عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن لا يسمح الطالب والطالبة بالتقاط صورة الله إلا بإذن من والديه أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يذكر الطالب والطالبة التصرف الصحيح عندما يصوره شخص غريب ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة الأشخاص المسموح لهم بالتقاط صور له هيا نتذكر ماذا سنتذكر أعزاء الطلاب والطالبات؟ سنتذكر ماذا أخذنا في درسنا السابق هيا تذكروا معي تكلمنا في درسنا السابق وتعلمنا أن لا نأخذ الحلوى وقطع الحلوى من الغرباء تذكروا قصة صديقنا فواز قلنا إن فواز طالب يحمي نفسه كيف حما فواز نفسه؟ تذكروا معي عندما أراد الرجوع من المدرسة إلى المنزل ماذا حصل له؟ تقدم له شخص غريب لا يعرفه بل يجهله ولا يعرف اسمه وقام بتقديم قطعة حلوى له فواز طالب ذكي ويحمي نفسه ماذا فعل؟ هل أخذ هذه القطعة؟ قطعة الحلوى أم رفضها؟ أحسنتم لم يقبل فواز قطعة الحلوى ورفضها وأخبر والده بما حصل له إذن لا أخذ قطعة الحلوى من الغرباء أيضا لا أخذ الهدايا من الغرباء أتجنب أخذ الهدايا ولا أخذ الهدايا من الغرباء كما قطعة الحلوى أيضا الهدايا لا أخذها من الغرباء وأخذ الهدايا إذن من من؟ من أسرتي أخذ الهدايا من أسرتي أمي أبي وإخوتي أيضا قلنا الألعاب كذلك لا أخذ الألعاب من الغرباء أتجنب أخذ قطاع الحلوى والألعاب والهدايا من الغرباء أخذها فقط من أسرتي أمي وأبي وأخوتي إذن أنا الآن أعرف أنه يجب أن لا أخذ الهدايا من من؟ من أسرتي أم من الغرباء؟ أحسنتم لا أخذ الهدايا من الغرباء هيا نتعلم ماذا سنتعلم اليوم؟ هيا نرى درسنا قصة ممتعة هناك قصة ممتعة في درسنا هيا نستمع إليها حتى نستطيع الاستفادة منها نورة فتاة تحمي نفسها إذن نورة طالبة مجتهدة تحمي نفسها كيف حمت نورة نفسها؟ هيا نرى ونستمع إلى هذه القصة لنرى كيف حمت نورة نفسها ذهبت نورة إلى الحديقة مع أسرتها للاستمتاع بالهواء المنعش في هذه الحديقة ولللعب مع إخوتها بالألعاب الموجودة في هذه الحديقة إذن نورة أرادت أن تستمتع بالأجواء الجميلة مع أسرتها في هذه الحديقة وترى الأزهار الجميلة وتستمع إلى صوت الطيور إذن نورة ذهبت مع أسرتها إلى أين؟ أحسنتم إلى الحديقة للاستمتاع في الحديقة مع أسرتها ماذا حصل لنورة بعد ذلك؟ تقدم لها شخص غريب وأراد تصويرها بهاتفه المتنقل إذن أراد هذا الشخص الغريب أن يصور نورة بواسطة هاتفه المتنقل ماذا فعلت نورة؟ هي فتاة تعرف كيف تحمي نفسها إذن هل قبلت نورة بالتصوير هذا الشخص الغريب لها؟ أم رفضت؟ هو غريب لا تعرفه ولن تراه من قبل ما رأيكم؟ هل وافقت أم رفضت؟ هي فتاة تعحمي نفسها أحسنتم رفضت نورة أن يقوم هذا الشخص الغريب بتصويرها إذن رفضت أم قبلت؟ أحسنتم رفضت نورة أن يقوم هذا الشخص الغريب بتصويرها وقلنا ماذا نعني بغريب؟ أي لا نعرفه ولا نعرف اسمه إذن ماذا حصل لنورة أثناء تواجدها في الحديقة؟ تقدم لها شخص غريب لا تعرفه ولا تعرف اسمه وأراد تصويرها ماذا فعلت نورة؟ رفضت ولم تقبل ذلك بل أخبرت والدها على الفور أخبرته بأن هناك شخص غريب أراد تصويرها وهي لم تقبل ماذا قال لها والدها؟ أحسنت يا نورة هذا تصرف صحيح دائما نرفض أن يقوم الغرباء بتصويرنا ما رأيكم؟ هل تصرف نورة صحيح؟ حينما رفضت ولم تقبل أن يقوم شخص غريب بتصويرها وبعد ذلك أخبرت والدها على الفور هل هذا تصرف صحيح؟ نعم تصرف صحيح فنورة عرفت كيف تحمي نفسها فهي فتاة ذكية ونشيطة ومشتهدة إذن نورة فتاة حامت نفسها من هو الشخص الغريب إذن؟ قلنا الشخص الغريب هل هو أخي؟ أخي من أسرتي وعائلتي ليس شخصا غريبا ماذا عن الأختي؟ هل أختي هي شخص غريب؟ هي من عائلتي ليست شخصا غريبا صديقتي في المدرسة وصديقي في المدرسة هل هو شخص غريب؟ أحسنتم هم من أصدقائي ماذا عن شخص لا أعرفه ولا أعرف اسمه؟ هو شخص غريب أتجنب الحديث معه ولا أدعه يقوم بتصويري من هم الأشخاص المسموح؟ لهم بتصويري إذن؟ أسرتي أم الغرباء؟ أحسنتم أسرتي هم فقط من أسمح لهم بتصويري أسرتي أمي أبي وإخوتي هم من أسمح لهم بتصويري إذن من هم الأشخاص الذين أسمح لهم بتصويري؟ أحسنتم أسرتي هي التي أسمح لها بتصويري ماذا تعلمت في هذا الدرس إذن؟ لا أسمح للغرباء بتصويري من هم الغرباء؟ هم الذين لا أعرفهم ولا أعرف أسماءهم ماذا أفعل لو صورني شخص غريب؟ ماذا أفعل؟ أخبر والدي أم لا أخبرهم وأصمت؟ قام بتصويري أذهب على الفور وأخبر والدي لا أصمت أبدا أقول لهم قام شخص غريب بتصويري ماذا تعلمنا من هذا الموقف؟ أنه يجب علي إخبار والدي عندما يصورني شخص غريب ماذا أفعل لو طلب شخص؟ الإذن مني حتى يصورني طلب هذا الشخص واستأذنني أن يقوم بتصويري ماذا أفعل؟ أذهب إلى والدي فورا وأطلب الإذن منهم قبل التصوير أم بعد أن يصورني؟ أحسنتم قبل التصوير قبل أن يقوم هذا الشخص بتصويري أذهب إلى والدي وأخبرهم وأستأذن منهم ماذا تعلمنا إذن؟ أستأذن والدي قبل أن يصورني أحد قبل أن يصورني أحد وتعلمنا كذلك إذن فهمت الآن أن لا أسمح للغرباء بتصويري وتعلمنا ماذا نعني بالغرباء هم الذين لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم لدينا الآن نشاط صغير ضع علامة صح أسفل السلوك الصحيح عندما يصورني شخص غريب أخبر والدي فورا أم أصمت؟ ما رأيكم عزاء الطلاب والطالبات؟ شخص غريب قام بتصويري ماذا أفعل؟ هل أصمت؟ أم أخبر والدي فورا؟ أحسنتم أخبر أبي وأمي على الفور بأن هناك شخص غريب قام بتصويري أرسم خطا أسفل الإجابة الصحيحة من الأشخاص المسموح لهم بتصويرك؟ أسرتي أم الغرباء؟ تذكروا معي ماذا قلنا؟ أمي أبي أخي وأختي منهم؟ ألمسموح لهم بتصويري؟ أحسنتم أسرتي من أسمح لهم بتصويري ولا أسمح للغرباء بتصويري بعلامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من المهم أن أخبر والدي عندما يصورني شخص غريب ما رأيكم؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ يجب علي أن أخبر والدي فورا عندما يقوم شخص غريب بتصويري أم أصمت؟ أحسنتم يجب علي ومن المهم أن أخبر والدي عندما يصورني شخص غريب فورا أتجه لوالدي وأخبرهم أسمح للغريب أن يصورني لأن ذلك لا يضرني ما رأيكم؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ أسمح للغرباء الذين لا أعرفهم ولا أعرف أسماءهم بتصويري أحسنتم هذه العبارة خاطئة نضع علامة خطأ املأ الفراغ بالكلمة المناسبة أستأذن من والدي قبل أم بعد أن يصورني أي شخص؟ قبل أحسنتم أستأذن منهم قبل أن يصورني أي شخص لون العبارة التالية لا أسمح لأحد بالتقاط صورة لي إلا بعد استئذان والدتي ووالدي لونوها بألوانكم الجميلة نلون داخل هذه العبارة ماذا تعلمنا إذن في درسنا؟ إذن فهمت الآن أن لا أسمح للغرباء بماذا؟ بتصويري لا أسمح للغرباء بتصويري هذا ما تعلمته اليوم في الأخير لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلمه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلمه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر